ده اللي انت شحنت بيه هند صبري في أسماء لأنه هند صبري كانت قوية هي قوية كممثلة ممثلة هيلة بس أسود كمان كان في قوة في الأداء رغم الضعف رغم المرض رغم القصة كانت حلوة والموضوع حلو وهند كمان وصلته بقوة يعني بثبات كده أنا فكر أنا أصلا عملت الفيلم ده بسبب أن أنا سمعت قصة الست الحقيقية وانبهرت بقوتها وفكر أول ما أسمعت القصة الحقيقة أول ما فيه طريقة كده عندي أو عند المخيجين كلهم أنه هو يقرى الفيلم ويتخيل الفيلم كده يتفاجع الفيلم في دميهه بموثلات كتير يشوف مين اللي هيقوح له ففاكر أن أنا أول موثلة جات في دميهي كتهند صبري وقابلتها كناش لسناها في بعض خالص كنتش لسه حتى أخرجت أول فيلم ليا وقلت لها فيه يوم من الأيام هقعد عليك فيلم اسمه أسمي وبعد سنين قابلتها وكتبت الفيلم وديت هولها فجات قاعدت معي قالت لي أنا ليه قلت لها أنا لما تخيلت الموثلين كتير أول ما شفت شكلك وانت وقفة قدام ناس كتير وبتهب فيهم وبتواجهي وبتاخدي حقك شفتك قالي أحد في دماغي ودي من المرات القليلة اللي في حياة المخرج أنه هو أو الكاتب أنه هو أول موثل يتخيله وهو أول موثل فعلا من اللي يلعب الدور وهي أول مرة قررت الفيلم قالت لي الفيلم ده بتاعي 100% ويلا نعمله وخدنا رحلة طويلة عشان نعمله وهند شخصية يعني أظن حتى بقى واضح في الفترة الأخيرة قد إيه هي شخصية قوية طبعا هي شخصية قوية بس في نفس وقت عندها قلب ودي الحاجة اللي مش سهلة فيه ناس كتير جدا أقوية بس ما عندهمش قلب لا طبعا هند قوية وعندها قلب وعندها مشروع هي ماشي قرب طيب أسماء تحديدا من الأفلام اللي عندك اللي خدت جواز وكانت موجودة في مهرجانات كنت سعيد لأنك قدرت تعمل فيلم تحقق فيه برضو المرأة قوتها وكمان تخطب بيه العالم في أي مهرجان فيلم مفهوم فيلم ريسالة يعني أنا لحد النهاردة كل ما حد مثلا أمريكاني أو من أي حتة في العالم بره العالم العربي يقولي عايزة شوف لك حاجة من أعمالك ببعث له فيلم أسماء اللي أنا عامله من 12 سنة دلوقتي لأنه أكتر فيلم أنا شخصيا فخور بي وأكتر فيلم عالمي فيه لغة عالمية جدا وأنا شفت تأثيره على جمهور العالمي لأنني بسافر مع كل أفلامي مهرجانات في العالم أسماء هو أكتر فيلم عمل التأثير ده يعني أنا عطف فعلا سافرت به ست كرات وفي ست كرات كنت بشوف ردود فعل إزاي متأثرة بالفيلم والحد دلوقتي على فكة أنا بحاول عيد تجربة أسماء تاني وتفايدة فيها يمكن حاجات أنا شايفة كنت ممكن أعملها أحسن فيه ففيلم أسماء تواصل مع العالم كله وخدت عليه جواز تعيد الفكرة أو الموضوع أو القوة عند المرأة ولا حاجة تانية لا أعيد فكرة اللي بيسموها أنها تبقى يونيفيرسل أو مش عالمية بمعنى أنها تنجح النجاح عالمي بس قصدي معناها أنه أي واحد في أي حتة في العالم يقدر يتفرج عليه يتأثر بنفس الموضوع وهو موضوع إنساني بالزبط موضوع إنساني يوصل للعالم كله